السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمام البنس في فيديو جديد عندي مدة انقطات على الفيديوهات يعني كنت مريضة ومزلت مريضة لغالب صوتي متبدل ولكني كمام حنحب نعمل الفيديوهات على قيس سعيد لأنه نشوفها معناه حاجة ضرورية على الأخر السؤال الإشكالية متاع الفيديو هي من هو قيس سعيد؟ ما هو فكر قيس سعيد؟ وكيفاش تطلع في الانتخابات الرئاسية في تونس في 2019؟ أولاً أنا كنت متوقعة على قيس سعيد بشي يعمل صعود خارق العادة لأنه أفكاره واضحة على الأخر وبصراحة مكنش توقعة بالسكور هذاك أما توانسة ظهروا الشباب التونسي ظهر ذاكي جداً حملة على قيس سعيد تشوح فيه تشوح في الفكرة متاعه يعني حملة اعتباطية وحملة يعني تخي كونتخاديكتور فما ناس تقول هو يعني موالي للإسلام السياسي وفما ناس تقول موالي لليسار المتطرف لأن اللي يخدم معه اسمه ريضالينينا وعنده يعني حول شباب من اليسار ولكن أنا حاولت باش نلقى اللغز حال اللغز عملت بحث كبير على الأفكار وعلى الإدروجيا اللي هي وراء فكر قيس سعيد وسوف حاول أن يعني نقدمها لكم بطريقة واضحة وطريفة علش قيس سعيد يعني نجح وتعدى كل الكتل الحزبية ويعني غلب مم حزب النهضة لأنه قيس سعيد إنسان واضح واضح كالشمس إنه خرج المنظومة خرج السيستام وتوانسة فدوا من السيستام فدوا من المنظومة وفدوا مع هالطبقة السياسية الفازدة النمطية الموالي للمستعمر يعني ماهيش معناه ماهيش عايش كتوانسة ناس يعني برجوازية عايشين مثل غربيين ما عندهم مش نفس القيم نفس نفس نمط الحياتي كتونسي المتوسط العادي ويعني منظومة ما نجحتش منذ ستين سنة والعامل الثاني هو أن قيس سعيد المجتمع التونسي عرفوا في خذم الثورة يعني ما عرفوش قبل الثورة عرفوا في خذم الثورة وخاصة أن في عام 2012 عنده أعداد الدستورة التونسي وكنا نشوفوه يعني يطلع في التلفزة والناس كل كانوا منبهرين باللغة متاعه لغة عربية فصحة وبقوة الذاكرة متاعه يعني كلامه مسترسل وكلامه يعني عنده موسيقى عنده نغمة اللي تخليك تتبعه وتعيش يعني في رحلة الأفكار متاعه العامل الثالث هو إنسان ما عندوش فساد يعني سيرته الذاتية انظيفة على الأخر ويعني قبل الثورة ما كانش عنده ما كانش عنده يعني مسيرة نظالية ضد النظام القديم ولكنه ما كانش عنده يعني فساد يعني ما تعملش بطريقة يعني فسادة مع النظام القديم دوك عنده سيرة ذاتية نظيفة وإنسان يعني إنسان يعني تقي إنسان تخونسبران عنده برشة شفافية وإنسان صادق وهذا الشيء اللي خلي التوازة يعني يتشبثوا به اللي أنه إنسان صادق خطر الصدق أصبح يعني صفة أصبح صفة يعني نادرة جدا والعامل الرابع أنه الأفكار اللي تكلم عليها اللي عبر عليها في الحملة الانتخابية متاع والحملة الانتخابية اللي هي متواضعة جدا معناه فلقهاوي معناه او كونتاك دي جون معناه معدوانز الكل معدوانز المتوسطين ومعدوانز الفقراء الحملة متاعه والأفكار اللي عبرهم في الحملة متاعه أفكار واضحة واضحة كالشمس يعني يعبر لك عن أفكاره ويرد على السؤال بلا أو نعم يعني ما فيماش يعني ضبابية ما فيماش يعني أجوبة رمادية في المسائل الكبرى المسائل يعني الاجتماعية الكبرى والسياسي الكبرى الإجابة متاعه وواضحة يعني إذا قررناها بالإجابة اللي عطواها اللي عطتها اللي عطتها النهضة في المسائل الكبرى أول في مسألة المثالية في المثالية الإجابة متاعه واضحة هو لا لا ويعني وما كان هو مش مستعد باش يلغي البند ماتين وثلاثين في مشكلة المثالية إذا قررنا الاجابة متاعه بحزب النهضة حزب النهضة سيد مورو يحكي على احترام الحريات يعني الإجابة متاعه لا هي لا لا هي إيه يعني ما فيماش إجابة يعني إجابة يعني يعني ما نعرفوش مع سيد مورو شنو المقال لمسألة هذية في بعض الانتخابات أكثر من ذلك أن السيد قيس سعيد يحكي برشة على سيادة الشعب لا سوفغنتي سيادة الشعب وقال أنه يعني المسألة المثالية ليش مطلب من مطالب الشعب هو هي مطلب من مطالب فرنسا فرنسا هي تحب يعني تسير البلاد على طريقتها يعني أولا السيد قيس سعيد نموش أموفاب قال أنا المسألة هذية يعني مش مطلب رئيسي من مطالب الشعب التونسي هو مطلب يعني سقطوب البراشوت من فرنسا على الدولة التونسية دونك مش مطلب رئيسي في مسألة الميراث في مسألة الميراث إجابة متاعه واضح جدا يعني ما في ماش إجابة يعني رمادية إجابة متاعه هو لا قال القرآن واضح ما فيهاش معنى ما فيهاش حتى بوليميك الحكاية ما فيهاش حتى جدال إذا شفنا الجواب متاع الحزاب الأخرى المحافظة الإسلامية حزب النهضة لا يقول لا 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 إيه لا نعم ولكن يعني يقول لك احنا نخليه البرلمان يحكم وهو والشعب التونسي يحكم يعني الإجابة يعني الإجابة يعني لا 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 فالشعب التونسي لا المساج فالفرقة اللي خلق قيس سعيد يعني يتجاوز الكتلة الكبيرة متى حزب النهضة هو الوضوح ووضوح ووضوح الفكر متاعه ووضوح الاجابة متاعه ايضا في مسألة الاعدام يعني الاجابة متاعه هو يريد الرجوع لحكم الاعدام في الحكاية ذي لحزاب الاخرى يعني مهاش بوغ الرجوع الى حكم الاعدام يعني الاجابة متاعه ماش متخوفة يعني يقول الفكرة متاعه بنعم او لا وبطريقة واضحة ومغير يعني برسيون مغير خوف من الغرب خطاب قيس سعيد هو خطاب واضح هو خطاب يعني فيما ناس يقولوا اسلام سياسي انا بالنسبة لي موج اسلام سياسي لانه يعني الاسلام سياسي عنده طابع اخر الاسلام سياسي عنده وجه اخر هذا وجه جديد هذا خطاب محافظ يعني شنوه محافظ يعني خطاب اسلامي محافظ يحافظ على ركائز على الركائز الكبرى للثقافة والحضارة الاسلامية الركائز الكبرى شنوه ركائز الكبرى هما الخمسة لسانك بيليه دول اسلام يعني الخمسة لخمسة اركان اسلام والثوابت الثوابت الميراث ما يتمسش الثوابت القرآن ما يتمسش الثوابت يعني المثالية ممنوعة تقد ممنوعة يعني هو خطاب محافظ وخطاب يعني احنا نقوله بالفرنسية يعني يحافظ على الهوية العربية الاسلامية ومهوش يعني مهوش اسلام سياسي لأنه ما يعطيش اهمية كبيرة للزابرانس يعني المظاهر يعني هذا انسان ما غير لحية ومرته مهاش متحجبة والناس اللي فيه يعني حولهم مهوش ملتحين مهوش متحجبين يعني مهوش اسلام سياسي طائفي هو اسلام هو خطاب محافظ يعني 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 يعطي اهمية كبيرة للهوية العربية الاسلامية ولركائز الحضارة الاسلامية اللي هي يعني مختلفة اختلافا كبيرا عن ركائز الحضارة الغربية يعني وهذا الخطاب المحافظ هو يرفض الليبرالية الجنسية اللي تحب ترفرضها يعني يحب يفرضها الغرب يعني فرنسا وأمريكا على كل العالم احنا نعرف حتى يعني نعرف حتى في روسيا بوتين قال لهم لا بوتين يعني رفض هذه الليبرالية الجنسية يعني تعطي الحقوق للمثاليين تعطيهم حق التبني في الأطفال وعطيهم أيضا اتحق التجارة في الأطفال لأن الأطفال مدام المثالين من الجموش يجيبوا صغار بيش يطلبوا من النساء بيش تحملهم يعني بيش يشريوا الأطفال من الأمهات الحاملات يعني كل هذا بوتين رأي دونك رئيسة روسيا رفضها رفضا قاطعا يعني هو يعني في نجمي كل الأفكار هذه يعني في رفض لهذه الليبرالية وتشبث بالثقافة بثقافة الثقافة الأصلية للبلد وهذا الطيار الإسلامي المحافظ هو يعني هو يجمع كل الناس يعني موش طيار يعني يهم الناس المتدينين أي كهو والناس الغير المتدينين هو هذا الخطاب المحافظ يعني أقوى بكثير من الخطاب الإسلامي التقليدي يعني الخطاب المحافظ يعني ضد الليبرالية يعني يتشبث بالهوية هو خطاب يعني يجمع كل التونسيين ويجمع حتى كل العرب وكل المسلمين في إطار واحد لأنه يعني 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 أعطي أهمية أكبر للركائز للجرون بيليه دوستة تونتيتي وميفرخش الناس يعني بالمظاهر مظاهر اللبس ومظاهر بالمظاهر النمطية لهذا الكتلة التي صوتت لي صوتت لي قيس سعيد فيها 600 ألف ناخب وأكثرتهم الشباب هي كتلة متنوعة هيش كتلة يعني إسلاموية أو كتلة يعني كتلة لايكة يعني علمانية هي كتلة مخلطة مخلطة من الإسلاميين ومن العلمانيين اللي هما تفاهموا على يعني على أفكار ثابتة وعلى يعني ديبان كومان بين بنا والناخبين هذو ما لانتخبوا قيس سعيد هما من المسجلين الجدد يعني همش من خزان النهضة هما من هم من الناخبين الجدد المسجلين الجدد وهما حوالي 600 ألف مسجل جديدة يعني في 2014 كانوا 960 ألف مسجل في 2019 عمنا مليون ونصف مسجل دونك الناس اللي صوتت لي قيس سعيد ما همش من النهضة هما ناس يعني متنوعين يعني ناس متنوعين ما همش معناه معنهمش علاقة ديريكت مع حزب النهضة لكن حزب النهضة علاش مجيه في المرتبة الثالثة موش مسبب قيس سعيد ولكن بسبب الاربعة ونص اللي خداهم سيف الدين مخلوف هو اللي طيح النهضة لان الاربعة ونص هذو كان من سيف الدين مخلوف خداهم من خزان النهضة يعني إذا ما كانش سيف الدين مخلوف النجم يكون يعني أموره في المرتبة الثانية قبل نبيل القروي دونك نعمل حوصلة حول أفكار قيس سعيد يعني هو طيار محافظ يتشبث بالثقافة الإسلامية بالهوية العربية الإسلامية هو طيار ثوري ضد الإمبريالية والاستعمار الاقتصادي والثقافي وهو يعني طيار ثوري في نفس الوقت ثوري وقومي يعني يعطي أهمية يعني المثال متاعه يعني المثال متاعه ليغيفرانس متاعه ما عادش الغرب وتاريخ الغرب ولكن هو تاريخ الأمة وتاريخ الأمة وثقافة الأمة لهذا قيس سعيد ديمة يعطي يعني يعطي أمثال من الأدب العربي وأمثال أيضا من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني الكلمات التي تلخص الإيدولوجيا متاع قيس سعيد هو الحفاظ على الحوية العربية الإسلامية هي الاعتزاز بهذه الثقافة العربية الإسلامية هو يعني رفض الإمبريالية الاستعمارية الاقتصادية والثقافية هو رفض الاستعمار الثقافي ومن مظاهر الرفض الاستعمار الثقافي هي رفض المثالية ورفض قانون الميراث اللي هو يعني مناقض لتعليمات القرآنية السؤال اللي مش نطرحه منين جات هذه الأفكار من أين جاءت الأفكار هذه أنا عملت بحث أنا كنت في بالي بها معناي في بالي بالطيار هذي منذ آخر سنوات التسعينات في سنوات الثلاثية القريبة للتعداد هو الطيار يعني تكون عند النخبة الإفريقية النخبة الإفريقية في الكود ديفوار في السنغال وفي البناء رئيس الطيار هذي معناه سلويكا لانسي الموفمون هو كيمي سيبا كيمي سيبا هو من الناس اللي كانوا عايشين في استرازبور يعني في المدينة اللي عايشة فيها وكان يعني ينقض الاستعمار الثقافة الاستعمار الاقتصادي في الفرنسي في البلدان الأفريقية وكان قريب من اليمين اليمين الفرنسي كان قريب يعني من حركة اليمين اليمين المتطرف كان مع سورال كان مع ديودونية وكان يعني يطلب من فرنسا أن تخلي البلدان الأفريقية تعيش يعني اقتصادها بطريقة مستقلة ومعنى هي وما عادش تكون معاش تستغل ثرواتهم وكيمي سيبا وصل لحد أنه هو في قطيعة على السلطات الفرنسية واستقر بالسنغال والناظلة ضد الفرنسي أفا الفرنسي أفريكا حاول بالنسبة له الاستعمار الاقتصادي وثقافي التي تعمل في فرنسا في البلدان الإفريقية وهو العامل الوحيد الذي خلل البلدان الإفريقية متأخرا لخلل البلدان الإفريقية فقيرة جدا لأن البلدان الإفريقية عندهم ثروات طبيعية كثيرة جدا وغنية جدا بالثروات الطبيعية ولكنهم قعدوا بلدان فقيرة جدا وكيمي سيبا يعني يحط الغلطة على النخبة متاحة والنخبة الإفريقية اللي عندها اللي هي في السلطة وتعاملها مع فرنسا لك فرنسا يعني تستغل بطريقة وحشية هذه الثروات الطبيعية في إفريقيا بأثمان زهيدة جدا وكيمي سيبا يعني بنسبة له المشكل البلدان المشكل في البلدان الإفريقية الفرنكوفونية هي يعني الإدارة الفرنسية التي تدخل في الاقتصاد وفي الحياة الثقافية في هذه البلدان ومنذ عام 2017 نظل كيمي سيبا على إلغاء العملة النقدية الفرنسية لأنها بالنسبة له تعد يعني السبب الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي التي في الصعوبات الاقتصادية في البلدان الإفريقية وبالنسبة له يعني هذا المشكل المشكل العويس هو يعني هو هو الاستعمار الفرنسي و مثلا إذا نعطيكم مثل مثلا رواندا رواندا يعني كانت يعني كانت يعني مستعمرة فرنسية تحارف مع فرنسا ودخلت في حرب أهلية ومن كان يميل يبول يعني الحرب الأهلية هي فرنسا كانت تبيع في السلاح لرواندا ويندخلوا في حرب أهلية بالنسبة دون كافات فرنسا ما كانتش مشكلتها إذا الناس تموت ولا بالنسبة لها هي بيع السلاح وجلب الربح ولهذا يعني رواندا بعد الحرب الأهلية بعد انتهاء الحرب الأهلية قطعت يعني علاقاتها مع فرنسا ومنذ أن قطعت علاقاتها مع فرنسا علاقاتها الثقافية وعلاقاتها الاقتصادية بارواندا عملت خفزة اقتصادية وكيمي سيبا يعطي هذا المثل لأنه هذا المثل ليظهر أن الإدارة الفرنسية في البردان الأفريقية يعني إدارة تضر بالاقتصاد البلاد وتضر بالمصالح الشعوب الأفريقية وكيمي سيبا أيضا في كتاباته يقول أن الشعوب الأفريقية ما حجتهاش بالثقافة الغربية الشعوب الأفريقية عندها ثقافتها عندها تاريخ عندها تاريخ غني جدا لهذا ما يهاش في حاجة باشتخوا يعني ثقافة الغرب ولغمود فيه ونمط العيش بتاعهم كيمي سيبا في 2010 شارك في 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 جمعية اسمها أمة الإسلام جمعية يعني تحاول أن تعطي يعني تصورات لتوحيد الأمة الإسلامية وخرج منها في 2013 وتخل في حركة نظالية ضد يعني ضد العملة النقدية في البلدان الأفريقية هذه الفقنسيفية السيافاء اللي هي يعني يعني عملة فرنسية إفريقية اللي هي يعني ما نعني معنها ماgeordله حتى قيمة بالنسبة لورو العملة النقدية بتاع البلدان الأخرى وكتب كتاب اسمه بلاك نهilitما يدول بلاك نهilitما يدافع على أطروحات البغنياليزما البغنياليزما يعمل استمرارية يعني استمرارية الثقافة الثقافة الإفريقية وكيمي سيبا في 2015 زار الدولة الإيرانية الجمهورية الإيرانية الإسلامية ورحب به برشا محمود أحمد الناجاد وعليش فما توافق بين إيران وكيمي سيبا لأنه كيمي سيبا يعني في الفكرة متاعه في إدولوجيا متاعه يعني يناضل ضد الإمبريالية الاستعمارية الاقتصادية والثقافية وبالطبع ذي يعني هو في هذا النطاق يعني متوافق مع النظرة النظرة الإيرانية للعالم الغربي يعني الحوصلة متاع الفيديو هذا هي حاولت باش نعرف يعني العين اللي جابت أفكار العين التي تلهم أفكار قيسة سعيد من جات هذه الأفكار الأفكار هذه الإدولوجيا هذه ما جاتش من الهرب ما جاتش من الشمال جات من الجنوب يعني من هذه الحركة الإفريقية يعني حركة تحاول باش يعني تتحرر من الاستعمار الاقتصادي والاستعمار الثقافي المفروضة من طرف الغرب على القرى الإفريقية وهذا الحركة أيضا يعني تثمن الثقافة الأصلية تثمن الثقافة الأصلية تثمن الدين الأصلي للبلد لهذا قيسة سعيد ديمة يعني يعطي أمثلة من الأدب العربي وأمثلة من مسيرة مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسيرة مسيرة عمر رضي الله عنه يعني يعني علاش من الناس تفهموا بالغالة تقول لك إسلام سياسي لا هو طيار محافظ هو طيار محافظ وفي نفس الوقت يعني ثوري ثوري لماذا لأنه يناضل ضد الاستعمار الغربي في مدن الاقتصاد وفي مدن الثقافة إن شاء الله حاولت باش نكون كنت واضحة معكم وحاولت باش نفسر يعني الأفكار متاع قيسة سعيد وراجل هذا تحلكم اسمه تحلكم اسمه يفو بالغاتي دونك فوتيرو ماسا بوغا قيسة سعيد هذا هذا يعني هذا حظكم هذا ساعتكم قيسة سعيد ساعت تونس وقيسة سعيد وقيسة سعيد وفيف قيسة سعيد وفوت وماس بوغ قيسة سعيد بوغا لدي في كل تية باش لقاها قيسة سعيد اللي هو ما عندوش أباري ما عندوش حزب كبير ولكنه إذا تحبوا قيسة سعيد تحبوا تنجحوا قيسة سعيد فوتيرو ماس معناه صوتوا صوتوا للأحزاب المحافظة لأنها باش تكون يعني حزام حزام حول قيسة سعيد دافع عليه ضد الأحزاب العلمانية المتحورة العلمانية الأحزاب العلمانية يعني اللي هي العلمانية اللي هي يعني تكرز الاستعمار الثقافي الغربي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله